وضع إيه سياتك؟ أنت مش قلت إيه؟ إن في واحد في البلد هو اللي ضاحك عليكي وإن هو أبو اللي في بطنك؟ أيه؟ طيب؟ يبقى ليه تقولي لسكينة إن أمين هو أبو اللي في بطنك؟ وكمان تتجوزيه؟ يا إسمة هانم أمين كتر خير وطيب وجدع ما هانش عليه هانت وموليا ولا إن منظري يبقى وحش قدام الناس اللي تحت ونبطني عملة تتنفخ يوم ورا التاني من غير جواز أنا عارفة إن سياتك هتوقف جنبي لحد ما ولد بس برضو الواحدة ملايش غير سمعتها يعني أنت يا قصدا تقولي إن أمين يتجوزك وهو عارف إنك حامل من حتى تاني؟ ساتر علي إليه يستر عارضو بقولي لساعتك طيب وجدع بس سكينة بتقولي إنه عايز يكتب الطفل باسمه وأنا معرفتش أقولهم حاجة على الاتفاق اللي بيننا فقلت هقوله كده لحد ما ولد وصاعتها هقول إن اللي في بطني نزل ميت وناخد الفلوس ونبقى نروح أي حتى بعيد عن هنا دعيله بس إنه هو يقوم بالسلامة واتفاقنا زي ما هو وطبعا زي ما هو ده بلا نقاش وعملي حسابك اللي حصل تحت ده ما يتكررش تاني تبعيدي عن سكينة الفترة اللي جاي وأي خطوة بتعمليها كبيراً كانت ولا صغيرة أنا لازم أبقى عارفة تفهمة؟ أمشي